إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد هذا هو الدرس السابع من دروس السيرة النبوية المختصرة من خلال كتاب الفصول للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكنا في الدرس السابق قد انتهينا إلى بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسلم من الصحابة السابقين وفي هذا اليوم أتحدث حول بدايات ظهور هذه الدعوة المحمدية في مكة فلما ظهرت وبدأ المشركون يشعرون بها وأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فجمع بني هاشم وبني عبد مناف مرتين إلا أنها كانت اجتماعات لم تؤدي الغرض المؤمل منها ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشيكين يعني أظهر الدعوة لهذا الحق الذي حملك الله سبحانه وتعالى إياه ففي يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على الصفا ونادى يا صباحة فاجتمعت قريش ومنهم عمه الشقي أبو لهب فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبرتكم أن خيلا قاذبة عليكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقية قالوا ما جربنا عليك كذبا لأنهم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين فقال إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد فقال له عمه أبو لهب أخزاه الله تبا لك سائر هذا اليوم ألهذا جمعتنا ولذا أنزل الله سبحانه وتعالى فيه هذه السورة المشهورة فلم يسمى شقي من هذه الأمة إلا هذا الرجل تبت يد أبي لهب وتب وكان من لطف الله سبحانه وتعالى أنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم لولديه فلما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة طلب من ابنيه أن يطلق ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من لطف الله ورحمته أن لا يكون تحت ابني هذا الشقي الذي أخزاه الله سبحانه وتعالى وتوعده بهذا الوعيد في هذا القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة ثم إن قريش رأت أنه لا محال أو لا مناص من مواجهة هذه الدعوة ومواجهة هذه الدعوة بالأذى والعذاب والافتراء والتشويه ولذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتنوا منهم جماعة حتى إنهم كانوا يضربونهم ويلقونهم في الحر ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحرب حتى إن أحدهم إذا أطلق لا يستطيع يجلس من شدة الألم ومن هؤلاء بلال بن رباح وياسر ووالد عمار وسمية أمه فيقولون لأحدهم ألات إلهك يعني هذا الصنم من دون الله فيقول مكرها نعم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه عمار قال إنهم يكرهوننا على الكفر قال ماذا تجد في قلبك قال أجده مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد يعني إن أكرهوك على الكفر فانطق بما يريدون ولذا أنزل الله فيهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وحتى إن الجعل وهو هذه الحشرة القبيحة ليمر فيقولون يعني كفار قريش وهذا إلهك من دون الله فيقول نعم ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمر بن هشام بسمية أم عمار وهي تعذب وزوجها وابنها فطعنها بحربة في فرجها فقتلها رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون فيواسيهم ويصبرهم ويشد من أزرهم بقوله صبراً آل ياسر فإنما عدكم الجنة ولذا تعتبر سمية أول شهيدة في الإسلام لأنها قتلت وهي تعذب في سبيل الله سبحانه وتعالى وكان الصديق رضي الله عنه إذا مر بأحد من الموالي يعذب يشتريه من مواليه ويعتقه منهم بلال وأمه حمامة وعامر بن فهيرة وأم عبس وزنيرة والنهدي هو ابنتها وجارية لبني عدي كان عمر يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم حتى قال له أبوه أبو قحافة يا بني يقصد أبا بكر رضي الله عنه أراك تعتق رقاباً ضعافاً يعني تعتق من هؤلاء الموالي والمماليك فلو أعتقت قوباً جلداء يمنعونك يعني يصبحون قوةً لك يحمونك فقال له أبو بكر رضي الله عنه إني أريد ما أريد فيقال إنه نزلت فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولما اشتد البلاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بوحي من الله أن يعتزلوا هذا البلد الذي ربما يفتنوا فيه عن دينهم فوجد أن الحبشة خير دار يمكن أن يعتزلوا فيها أو ينتقلوا إليها كما فعل أهل الكهف فإنهم اعتزلوا قومهم وما هم عليه وموسى عليه السلام اعتزل قومه لما صار بينه وبينهم وحصل ما بينه وبينهم ما حصل فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة ويقال إن الهجرة كانت في السنة الخامسة وتحديدا في رجب منها ولعل اختيار الحبشة لأسباب أحد هذه الأسباب جاء منصوصا عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيها حاكما عادلا لا يظلم عنده أحد فكأنه يقول إذا انتقلتم إليه فستكونوا في أمان وفي حماية ولعل أيضا من الأسباب أن حاكمها نصراني والنصارى هم أقرب الناس لأهل الإيمان ثم هناك سبب ثالث محتمل وهو أن بلادهم بعيدة عن مكة فيصعب على قريش أن تصل إليهم أو تؤذيهم بينهم بحر بينهم وبين الجزيرة وخرج وكانت هناك هجرتان إلى الحبشة الأولى في رجب والثانية في شوال في نفس السنة فهاجر في البداية إثنى عشر رجل وأربع نساء منهم عثمان رضي الله عنه وزوجة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنهم سمعوا أن قريش دخلت في الإسلام وكانت شائعة فرجعوا فلما بلغوا قريبا من مكة ظهر لهم أن هذا الأمر ليس بصحيح فرجع من رجع ودخل مكة من دخل فكان من هؤلاء المهاجرين عثمان رضي الله عنه وزوجته ومنهم جعفر بن أبي طالب وبقوا هناك في حماية ملكها إلا أن قريش بعثت في أثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص ومعهم هدايا فجاءوا إليه وتشفعوا ببعض القادة والمقربين منه وقالوا نريد أن تعيد لنا هؤلاء فلما أبى ورفض وجدوا حيله قالوا ربما تؤثر عليه وكان نصراني هو فقالوا إن هؤلاء يقولون في عيسى وأمه كلام لا يرضيك فدعاهم النجاشي واسمه أصحمة وبالمناسبة هذا أسلم ولذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب فقال ما تقولون في عيسى وفي أمه فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب صدر سورة مريم فلما انتهى التفت إلى من حوله وقال لهم عبر الترجمان وأخذ عود صغير من الأرض قال والله ما زاد هذا الذي سمعت على ما في التوراة ولا مثل هذا العود يعني نفس الذي نعرفه عن عيسى وأمه في التوراة وقال والله لا أسلمهم لكم وقال لجعفر وأصحابه اذهبوا في بلادي فأنتم تحت حمايتي لا يمسكم أحد بسوء وقال لأصحابه ردوا عليهم هداياهم فعادوا بأقبح حال وعاش الصحابة رضوان الله عليهم وبقي آخرهم إلى السنة السابعة من الهجرة السنة التي فتحت فيها خيبر وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي ذكرهم في ذلك الوقت وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا بفتح خيبر أو بقدوم جعفر لأن جعفر جاء ببقية الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة قبل البعثة أكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر